بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الدرس الثاني الذي هو بعنوان row echelon form and reduced row echelon form في البداية متى تكون المصوحة في شكل row echelon form إذا حققت الصفات والخواص التالية رقم واحد كل الصفوف الصفرية لابد أن تظهر أسفل المصفوفة فغير مسموح أن تكون الصفوف الصفرية في أعلى المصفوفة أو في وسطها رقم اثنين كل صف غير صفري بمعنى أنه يحتوى على الأقل على عدد غرس أصفار the first non-zero entry is one لابد أن يكون أول عنصر فيه هو واحد من على يسار الصف وهذا العنصر يسمى leading one رقم ثلاثة for two successive non-zero rows لأي صفين غير صفريين متتاليين لابد أن يظهر leading one للصف الأعلى على يسار leading one للصف الأسفل إذا أضفنا إلى هذه الصفات والخواص الثلاث صفة وخصية رابعة وهي أن أي leading one إذا ظهر لابد أن يكون فوقه أصفار أو تحته أصفار إن وجدت وفي هذه الحالة تسمى المصوفة في حالة reduced row echelon four المثال التالي يبين ذلك المصوفتين التي يعيني على اليسار هي في حالة row echelon four لو نظرنا إلى المصوفة الأولى تجد أن leading one لكل صف يظهر على يسار الصف الذي تحته كما لو كانت سلم انظر كما لو كانت سلم في المصوفة الثانية كذلك leading one يظهر على يسار leading one للصف الذي تحته وليس بالضرورة أن يكون leading one متتالية كما في المثال الأول leading one في العمود الأول الثاني في العمود الثاني الثالث في العمود الثالث أما في هذه المصوفة leading one الأول في الصف في العمود الأول والثاني في العمود الثالث والثالث في العمود الرابع والرابع في العمود الخامس في الأمثلة على اليمين في المصوفة الأولى هي في reduced row echelon four بجانب أنها سلم لابد إذا وجدت عناصر فوق أو تحت الليدينج وان لابد أن تكون كلها أصفار فهنا الليدينج وان تحته صفرا لا يوجد فوقه شيء فما فيه مشكلة فيما فوقه لكن إذا وجدت أعداد فوقه أو تحته لابد أن تكون أصفار هذا الليدينج وان فوقه صفرا وتحته آخر في المصفوف الثانية أيضا تحقق شرط رو إشلون فورم وبجانب هذا الشرط هذا الليدينج وان تحته أصفار وكذلك هذا الليدينج وان ووجد فوقه عدد فلا بد أن يكون صفرا وكذلك الأعداد التي أصفله وكذلك هذا الليدينج وان لابد إذا وجد فوقه أعداد أو تحته أعداد لابد أن تكون هذه الأعداد أصفرا في التمرين التالي نتعرف على كيفية التفريق بين المصفوفات إذا كانت في حالة الرو إشلون فورم أو ريديوزد رو إشلون فورم المصفوفة A مثلا تحقق رو إشلون فورم ومع ذلك هي تحقق أيضا شرط ريديوزد رو إشلون فورم لماذا؟ لأن كل ليدنج وان إذا وجد فوقه أو تحته أعداد لابد أن تكون أصفار كما يبدو بالشكل فإيه؟ من النوع ريديوزد رو إشلون فورم المصفوفة B كذلك تحقق رو إشلون فورم لأن كل ليدنج وان إذا وجد فوقه أو تحته أعداد لابد أن تكون أصفار فB أيضا من النوع ريديوزد رو إشلون فورم أما المصفوفة C فتحقق رو إشلون فورم فقط لماذا تحقق رو إشلون فورم؟ لأن هذا الليدنج وان لا يوجد فوقه صفرا بل سبعة لأن هذا العدد سبعة غير صفري فهذه من النوع رو إشلون فورم فقط المصفوفة دي تحقق رو إشلون فورم كما نرى صف الأخير وصف صفري في قاع المصفوفة كما لو كانت سلما كما أنها كل ليدنج وان فيها إذا وجد فوقه أو تحته أعداد هي أصفار فهذه ألمصوها من النوع ريديوزد رو إشلون فورم المصفوفة E كذلك هي رو إشلون فورم وكذلك ريديوزد رو إشلون فورم لأن الليدنج وان فيها فوقه وتحته أعداد صفرية إن وجدت فإيه من النوع ريديوزد رو إشلون فورم المصفوفة F هي من النوع رو إشلون فورم طيب هل هي تحقق ريديوزد رو إشلون فورم نعم لأن الليدنج وان لهذا الصف تحته أصفار والليدنج وان لهذا الصف وتحته أصفار فهي من النوع ريديوزد رو إشلون فورم المصفوفة G هي من النوع row echelon form طيب هل هي من النوع reduce row echelon form لا لماذا لأن هذا leading one فوقه العدد 2 وليس 0 فهي من النوع row echelon form المصفوفة H بالطبع هي من النوع row echelon form طيب هل هي من النوع reduced row echelon form لا أيضا لماذا لأن هذا العدد 5 فوق leading one لو كان صفرا لكانت من reduced row echelon form فهذه row echelon form فقط